تولي الدولة اهتماما كبيرا بالشباب باعتبارهم من دعائم الجمهورية الجديدة وتجهت الدولة إلى تأهيل وتدريب قيادات شبابية في القطاعات كفى بهدف إنشاء قاعدة من الكفاءات الشبابية كي تكون مؤهلة للعمل بالدولة اهتمام كبير توليه الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية بالشباب باعتبارهم من دعائم الجمهورية الجديدة وطريقها نحو النهود والتقدم الأمر الذي ظهر جليا منذ عام 2014 الدولة اتجهت إلى تأهيل وتدريب قيادات شبابية في القطاعات كفى من خلال إطلاق الرئيس عبدالفتاح أسيسي عام 2015 البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب لقيادة بهدف إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كي تكون مؤهلة للعمل السياسي والإداري والمجتمعي بالدولة إطلاقوا القيادة الرئاسية حوارا مواسعا مع الشباب عام 2016 والذي أطلق عليه عام الشباب للوقوف على أحلامهم ومشكلاتهم وما زال الحوار مستمرا عبر المنتديات والمؤتمرات الوطنية للشباب الفاعلة والناجحة والتي تعتبر منصات جديدة للتواصل مع الشباب مثلت في مجموعها فرصة جيدة للتواصل وخلال هذه المؤتمرات تم طرح العديد من الرؤى والأفكار بحرية كاملة والخروج بتوصيات تمت الاستجابة الفورية لها ومنها الإعلان عن إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بالقرار الجمهوري 434 لسنة 2017 بهدف إمداد الدولة وأجهزتها المختلفة بالعناصر الشبابية المختلفة بعد تطوير مهارتهم وقدراتهم بشكل فعلي ويأتي ذلك جنبا إلى جنب مع المبادرات التي أطلقتها الحكومة للارتقاء بمستوى التعليم الجامعي والفني وإعادة تأهيل الشباب الباحث عن فرصة عمل بما يساهم في تقليل فجوة البطالة وتمكينهم من المشاركة الإيجابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كما أن مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة فكرتك شركتك ومبادرة اسأل الرئيس وغيرها من المبادرات الأخرى تندرج جميعها تحت رؤية الرئيس السيسي للاهتمام بالشباب وجاء انخراط الشباب في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ليكون بمثابة ضعامة أساسية ساهمت في تولي الشباب مناصب تنفيذية وبرلمانية ونتيجة للتواصل المتبادل بين الدولة والشباب نتج العديد من النماذج الشبابية الناجحة التي نراها بوضوح في المجالس النيابية وفي الجهاز الإداري للدولة وتضمنت حرقة المحافظين عام 2019 تمثيلاً فعلياً للشباب وهذا ما يؤكد بما لا يدعو مجالاً للشك أن التمكين أصبح حقيقة وليس شعاراً حيث ضمت الحركة 39 قيادة جديدة ما بين محافظ ونائب للمحافظ من بينهم 60% من الشباب وفي إغتار اهتمام الدولة بدعم وتمكين الشباب علمياً وتشجيعهم على تأسيس مشروعات تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة تم تتشين مشروع رواد 2030 وتعمل الدولة من خلاله على التوجه نحو الاستثمار في الشباب وتشجيع ريادة الأعمال وفقافة العمل الحر وتستخدم كل الوسائل المتاحة لدعمهم كما يقوم المشروع بتقديم العديد من المنح للطلاب في جميع التخصصات تمكين الشباب في عهد الرئيس السيسي ساهم في تتشين جسراً للتواصل بشكل مستمر مع الشباب لتأهيلهم لقيادة المناصب القيادية وقيادة دفة الوطن مستقبلاً